أستاذ نبيل، أستاذ نبيل عارض أزياء بدأت برضو وقت أم مش عارض أزياء تصحيحاً يعني أنا بديت إعلانات وجالي بقى عارض أزياء من ضمن الأعمال يعني حضرتك بتعمل إعلانات وبتعرض أزياء طيب، برضو الكلام ده بدأ متأخر صح كده؟ سنتين ونص تريباً سنتين سنتين ونص وقبل كده هيكت بتعمل إيه؟ هيكتش عارف مجال السياحة مجال السياحة؟ تمام إزاي بقى عملت الشفت ده من السياحة للإعلانات؟ لا أنا خلت جات من الفترة اللي هي ما بعد الثورة عملت كم مشروع كده محلات وكده ويعني وسبت مجال السياحة مجال الإعلانات جي عن طريق صورتين ابني حطوهم على أحد الصفحات برضو الولاد هنا يعني برضو الولاد هنا برضو الولاد آه 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 طبعاً طبعاً حط صورتين على أحد الصفحات برضو جي قال لي فيه صورتين عمليه 12 ألف لايك وأنا علاقتي بولادي صحاب أنا صحاب يعني حالك عندك ولاد قد إيه؟ آه ولدين وبنت ماشاء الله آه وزي ما طريقة والدي يعني ربانا نحن صحاب فبرضو نفس القصة بقينا صحاب أنا أولادي فجاي بيقول لي يا برينس فيه حاجة غلط الصورتين واخدين 12 ألف لايك يعني إيه صورتين؟ آه صور عادية صور عادية على البحر آه في لان السخنة آه 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 فآه صورتين عمليه 12 ألف لايك طبعاً مش فاهم يعني أنا مش فاهم آه قال لي لأ دي ظاهرة غريبة يعني فأستثمرك آه حطينا الصورتين على آآ صفحات موديلز ابتدى فعلاً الشغل آآ الشغل ييجي بسرعة 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 أكتر ما كنت تخيل حتى بعدين الموضوع مكنش حتى في أحلامي أن انا آآ آآ أدخل المجال ده آآ 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 خدت فيه آآ آآ شوط حلو و آآ آآ وعملت كم آآ حلو جداً من الألانات بشيلك برضو حضرتك عاملو يعني إلداءن هو يبقى اللوك ساعد أكتر ده حقيق ده لك عملته بعد الشغل في الموديلينج ولا قبل ده قبل قبل أنا كنت باللوك ده في الفترة اللي صورني فيها يا ابن هندور دلوقتي على الصور يا مؤمن الأساسية اللي هي كانت السبب في الشهرة لأن أنا عايزة أشوف الصور دي اللي لفتت نوزر ابن حضرتك وبدأت في مجال جديد عليك وما شاء الله نجحت فيه وأنا شايفة حركة مفسود جدا فيه المجال ده زي بالزبط الحاجة نبيلة